بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حالة النهاردة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة جداً من مباراة بيرامدزو الأهلي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مباريات الدور العام مباراة هامة مباراة قوية بالتأكيد هو الفصل الأخير قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية بطل إفريقيا يختتم اليوم مبارياته في الدور العام استعداداً لكأس العالم للأندية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا حالة النهاردة فيها تفاصيل ومفاجآت كثيرة وعديدة ومطبع حية أيضاً كمان لبعثة أو فريق النادي الآلي في فندق الإقامة لكن نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وهو بالطبع كل المشاهدين والمشاركين معنا في حلقة النهاردة يتابعونا ويشاركوا في الإجابة على هذا السؤال توقعتكم لنتيجة مباراة بيرامدزو الأهلي شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل الأراء والمشاركات قبل مباراة اليوم لكن ندخل فيه عنوين حالة النهاردة وسلسة عنوين لحالة الترند في ترند الأهلي الليلة الأهلي يواجه بيرامدز في البروفا الأخيرة لكأس العالم كمان في ترند الأهلي جهات جريشا حكم المباراة بيرامدزو الأهلي وفي الترند العالمي برشلونة يعلن عن قميصه الجديد لمباراة الكلاسيكو أهلا بحضراتكم من جديد ونستعرض مع بعض عدد من المباريات المحلية وأيضا المباريات في الدوريات الأوروبية نبدأ مع بعض بيئة دوري المصري في هذه اللحظات وأنا معكم على الهواء مباشرة في إحدى المباريات بتقام في هذه اللحظات على استاد الجبل الأخضر مباراة المكونين العرب مع سموحة وما زالت النتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين ساعة سبعة ونص المباراة اللي بالتأكيد بتشهد اهتمام كبير جدا من كل جماهير النادي الأهلي بشكل خاص وجماهير القرى المصرية بشكل عام مباراة بيراميدز والأهلي في إطار مباريات الجولة العشرة لكن في مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي أربع مباريات مباراتين في توقيت واحد نيو كاسل يونيتد عيلعب الساعة 8 مع ليتز يونيتد وكريستال بلس عيلعب مع ويست هام يونيتد أيضا الساعة 8 في الختام في مباراتين أيضا في نفس التوقيت الساعة 10 أوروب ويست بروميتش عيلعب مع منشستر سيتي وساوس هامبتون عيلعب مع أرسنال لكن في ختام اليوم درب الغضب مباريات في كاس إيطاليا مباراة الدور الثمانية الكوارتر فاينال ما بين انتر ميلا وميلا درب الغضب كما يطلقون عليه في إيطاليا مباراة نهائي مبكر في كاس إيطاليا لكنه في مرحلة الدور الثمانية كل التوفيق يا رب لكل المتابعين والمشاهدين في عدد من المباريات اليوم لكن بالطبع مباراة بيرامدزو الأهلي هي اللي بتطلق اهتمام ومتابعة كبيرة من جماهير القرى العربية وجماهير القرى المصرية وجماهير الأهلي بشكل خاص أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ مع بعض تفاصيل بقى وشغل مهم جدا متعلق لمباراة النهاردة وكواليس فريق النادي الأهلي بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب الدفاع الجو أهلا بحضركم من جديد والحديث عن مباراة بيرامدزو الأهلي على بركة الله إن شاء الله النهاردة هتكون آخر مباراة للفريق في المسابقة المحلية قبل الصفر إلى قطر للمشاركة في كاس العالم للأندية هي مباراة مهم جدا نأكد على هذه المعاني هي مباراة بثلاث نقاط مهم جدا الترجيز تعمل اللي عليك وفي النهاية إن شاء الله ربنا يعني التوفيق يكون معاك ويحلفك التوفيق وتكسب بهذه المباراة عشان تكون في معنوات جيدة قبل الصفر إلى الدوحة بيتسو مسماني المدير الفني الجنوب إفريقي لفريق النادي الأهلي اختار قائمة 21 لاعب استعدادا لمباراة اليوم في حراسة المرمى السلاسي محمد الشناو العائد من جديد إلى حراسة المرمى مع علي لطفي ومصطفى شبير وفي خط الدفاع محمد هاني أحمد رمضان بكهم ياسر إبراهيم أيمن أشرف بدر بنون سعد سمير وعلي معلول في وسط الارتكاز عمر السولية وأليو ديانج وحمدي فزحي وفي الأمام خط الوسط الهجوم حسين الشحات محمد مجدي أفشا طاهر محمد طاهر محمود قهربة وصلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف وولتر أبواليا 21 لاعب بالتأكيد هتكون القائمة النهاية 18 لاعب يتم استبعاد 3 لاعبين فور الوصول إلى ملعب الدفاع الجوي أحدهم بالتأكيد هيكون حارس مرمى مصطفى شبير ويكون فيه اتنين أيضا كمان من قائمة المباراة خارج السكور وقائمة مباراة اليوم لكن عشان نتطمن على الفريق ونشوف الاستعدادات وأيضا كمان ما حدث خلال التدريب الأخير قبل مباراة بيرامدز الليلة أزهر مباشرة إلى الزميل العزيز فاروق صلاح من مقر إقامة فريق النادي الأهلي للاطلاع على آخر المعلومات وآخر الأخبار بالنسبة للفريق قبل مواجهة بيرامدز مساء الخير يا فاروق مساء النور عليك زميل العزيز محمد سعيد ده كل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طيب استعرضت مع كل المشاهدين القائمة الأساسية اللي اختارها بيتسو مسماني عقب المارانة بالأمس طبعا ما فيهاش أي مفاجآت حتى الخروج مثلا لأجيال ونسه الجاهزية الفنية مش جاهز للفترة اللي جاية أقرم توفيه لإعادة المسحة والإتمئنان عليه فبالتالي الواحد وعشرين لعب يعني بنسبة مية في المية الناس كانت متوقعة هذه القائمة لكن التشكيلة هل تتوقع ممكن يكون فيه تغييرات على التشكيل الأساسي من خلال متابعتك لتدريبات الأمس قبل مباراة اليوم وما لمستوا النهاردة كمان في فندوق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة يعني خليني يا محمد أخذ من كلامك بالأمس كان المباراة الأخير لمستر بيتسو مسماني والعاب النادي الآيلي طبعا زمان تقولت أفرادت أن هي مباراة بثلاثة نقاط الجاز الفني كان حريص أن هو يتكلم مع اللعبين على أهمية اللقاء وأهمية الثلاث نقاط خاصة زمان تقولت أن هي آخر مباراة قبل السفر إلى قطر ويهم مستر بيتسو مسماني والعاب النادي الآيلي طبعا ويه مسؤولي النادي الآيلي أن أنا قبل السفر أكون على قمة الدوري وحافظ على القمة أيضا أن أنا أكون مسافر وراح نجب طموحات جديدة طبعا ويه بفوز أكيد يعني يسيب انطباع لدى الجماهير مستر بيتسو مسماني كان حريص بالأمس يا محمد يعني التحضير لمباراة بيرامتزي كان مختلف بالنسبة للمباراة السابقة للنادي الآيلي لكن فيه يعني فيه شغل فني مستر بيتسو مسماني عامله في هذا اللقاء فيه يعني بعض الجمل الفنية مستر بيتسو مسماني طبعا كان حريص أنه يعيدها أكثر من مرة ويكلم فيها مع اللعبين يعني أوقفت المران أكثر من مرة كلم في بعض الأمور الخططية والأمور الفنية اختص بعض اللعبين طبعا ببعض الأمور يعني كان فيه حديث مبين ومبين محمد شريف مع المحلل الأداء يعني بشرح له على الصبورة محمد للتحرك سواء تحركات بأن تعرف لغة الكورة ولغة الإشارات ببين كلم مع محمد شريف أيضا كان فيه تعليمات لحمد فتحي تعليمات للسولية تعليمات لديانج أيضا اختص علي معلول وأفشة وحسين الشحات خاصة فيه الكورات الثبتة رجل يعني ده وقت كتير قوي أمسي للكورات الثبتة والتركيز عليها وكيفية استغلالها هي واحد من مفاتيح اللعب المهمة جدا لمستر بيتسو مسماني في المباراة الأخيرة وبالتركيز يعني على هذه المباراة عاقب المرانة زيما أنت أعلنت محمد أن النادي أهلي أعلن قائمة مستر بيتسو مسماني القائمة اللي بتضم 21 لعب طبعا يعني غيبات النادراء اللي خلاص أكرمت فيه زيما أنت قلت برضو إيه جابية مسحة كورونا الجني راجيه وليد سليمان طبعا للإصابة لإن شاء الله خلال الفترة القادمة يكون موجود مع لعب النادراء اللي أنا لمسو محمد من النهاردة ومن أمس والنهاردة يفي حالة تركيز وارتفاع روح مع نوية عند اللعبين اللعبين مركزين مستر بيتسو مسماني النهاردة كان جلسات أيضا مع أفراد الجهاز الفني عايز يخفف الضغوط على اللعبين بيرفع الضغوط عن اللعبين أكيد أنت عارف المباراة على الطبع الجماهيري أو على الجمهير كلام المنتظر هذا اللقاء طبعا ليه النادي الأهلي ويمواجد فريق بيراميدز أكيد طبعا يهمنا الفوز في هذا اللقاء مستر بيتسو مسماني بينظر لهذه اللقاء زيه زي أي لقاء من اللقاءات الدوري ولكن ليه أهمية أهمية أننا لازم قبل مسافر يكون معايا ثلاث نقاط النهاردة كان فيها يعني عقب وجبة الإفطار كان فيه اجتماع ما بين مستر بيتسو مسماني وأفراد الجهاز الفني ومستر بيتسو مسماني يعني حديثه مع محلل الأداء يوشا وموسي طبعا بيتكلم في نقاط كثيرة جدا خاصة بأداء فريق بيراميدز عقب وجبة الغداء قعد في جلسة مع كابتن سامي أمصان وكيفين جونسون وميكيلي والجميع بيتناقش في أمور خاصة كتير جدا بهذا اللقاء طبعا أنت عارف الجلسات المنفردة اللي ما بين اللعبين يا محمد يعني بعد الوجبات التقاء اللعبين الجلسات ما بين اللعبين دور المهم اللي بيقوم بيه محمد الشيناوي أيضا من النقاط المهمة جدا برضو اللي عايز من خلال كابريزة النهاردة حضور وليد سليمان يعني وليد سليمان حرص أنه يكون موجود هنا في فندق الفريق النادر أهلي ومقر قامة فريق النادر أهلي لتحفيز اللعبين والشد من أزر اللعبين وهيكون موجود إن شاء الله في المدرجات أنه يتابع ويساند لعب النادر أهلي طبعا وليد واحد من اللعب الكبيرة جدا وقيمة كبيرة للنادر أهلي ووجوده النهاردة بدي رسائل اللعبين أيضا الجلسات اللي بيقوم بها اللعبين كابتن سامي سيد عب حفيز في كلامه مع اللعبين كابتن سامي أمسون لا أعطمناك يا محمد على حالة اللعبين حالة الاستعداد النهاردة طبعا يا محمد الفريق تناول وجبة الغداء في تمام الساعة التاسعة وجبة الافطار معزرة في تمام الساعة التاسعة وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الواحدة والنصف ثم محاضرة الفنية كانت لمستر بيتسو مسماني في تمام الساعة الرابعة استمرت لأكثر من خمسين دقيقة يعني مستر بيتسو مسماني يعني واحدة من المحاضرات الطويلة جدا لمستر بيتسو مسماني بالتحديد يا محمد يعني بالزبط من حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة بالكتير كان ميستر بيتسو مسلماني أنا المحاضرة بقولك واحدة من المحاضرات الطويلة جدا يعني اللعبة هو خارجة من المحاضرة محمد انت عارف فيه تركيز وفي نفس الوقت فيه روح معنوية يعني بتشوف النظرات في وجوه لعب النادي الأهلي لا فيه تركيز فيه تصميم على إسعاد جماهير النادي الأهلي طبعا زي ما انت قلت مباراة مهمة جدا مباراة ثلاث نقاط زي يا زي يا مباراة في الدوري لكن انطباع اللعبين فاضر محمد طيب انت قلت نقطة مهمة جدا وليد سليمان انضم للمعسقر اليوم هل انضمام وليد لان بالتأكيد بعد مباراة بيرامز الفرقة هيعود للمعسقر من تاني ان اكيد فيه يعني اجراءات احترازية خلال ال 72 ساعة اللي جاية الفرقة هيفضل في المعسقر مغلق قبل السفر الى الدوحة يوم الجمعة القادم عندك تفاصيل او ترتيبات بهذا الامر خاصة بعد مباراة اليوم يعني اللي اقدر اقول لك محمد مرحلة ما بعد المباراة ان ان شاء الله هيكون في مسحة للعبين غدا ان شاء الله في الملعب التتش يعني هي دي اقدر الامور اقول لك التفاصيل الخاصة بالتحضير للمرحلة القادمة ان هيكون في مسحة السفر ان شاء الله تكون غدا بمشيئة الله في ملعب التتش لكل اللعبين ان شاء الله يعني وليد سليمان بغض النظر عن موضوع السفر هو وجوده النهاردة وأنه هو يساند اللعبين ويؤذر اللعبين أكيد بتدي أكتر من الرسالة ولكن أي تفاصيل خاصة بأمور اللعبة اللي هتكون متواجدة فيه السفر حتى الآن هذه الأمور لم تعلن خصوص المعسكر أيضاً اللي هيتمه طبعاً الإجراءات الاحترازية أعيز أقولك أنه فيه تجديد تام يعني مش من النهاردة ولا من مبارح لا في كل الأوقات فيه تجديد طبعاً على الإجراءات الاحترازية كابتن سيد عبد الحفيزي كابتن سامي أمصان تجديد تام للعبين إن شاء الله أن نعدي هذه المباراة وأن حق الانتصار مهم جداً ثم إن شاء الله غداً يكون بقى فيه أكيد يكون بقى فيه مرة اللي عبت النهارة ويكون فيه المسحة اللي هي إن شاء الله قبل السفر والتوجه إلى قطر زميلي العزيز فاروق صلاح أنا بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والإضاحات من فند والإقامة يمكن أطلعنا على كل التفاصيل وكل الأخبار المتعلقة بالفريق منذ أن دخل في معسكر مغلق بالأمس حتى الساعات الأخيرة صباح اليوم والاستعداد ليه بمورات برامد الليلة في الدوري العام عايز أتكلم عن نقطة مهمة جداً أول رسالة عايز أوجهها لجمهور النادي الأهلي النادي الأهلي في هذه اللحظات هو بيستعد ليه حدث عالمي كبير كأس العالم للأندية ومتقدم في جدول الدوري في المركز الأول وبيدافع عن اللقب المعتاد لقب الدوري العام إذن كل الضغوط على المنافسين مش على فريق النادي الأهلي الجمهور يصق في لعبيه يصق في فريقه لا يصدر ضغوط إلى الفريق أياً كانت التصورات أو أياً كانت الظروف اللي ممكن الإعلام الموازي أو السوشيال ميديا ممكن تصدرها على جماهير النادي الأهلي أو بالأخص بتروح بشكل سلبي على لعبي النادي الأهلي أنت في صدرات الدوري طموحك وأنا بأتكلم بقى عن الطموح اللي بجد طموحك أنت رايح كأس عالم أندية بتمثل إفريقيا وبتمثل مصر أفضل تمثيل بتحق أرقام قياسية متصدر المسابقة عامل نتائج ولا أروى بيتسو موسيماني منذ أن تولى القيادة حتى هذه اللحظة الحمد لله كل نتائجه إيجابية الحمد لله نمسك الخشب الأمور ماشى الحمد لله بشكل طيب جداً إذن الضغوط على المنافسين الضغوط على من يسعى للحاق بك مباراة بيرامدز النهاردة أنت لو بتتكلم على جدول الدوري بيرامدز في منتصف المسابقة أو في منتصف الجدول معدل تهديف فريق بيرامدز أنت بتتكلم أحرص 11 هدف مونية مرمى بتمن أهداف ترتيبه متساو مع المصر ومع أمبيو مع مصر المقصة ما بين الرابع والخامس والسادس والسابع أنت بتتكلم على فرقة في منتصف الجدول وانت في الصدارة ورايح كسعالاً فبالتالي الجمهور يجب أن يتحدث عن الإيجابيات وأن يصق في فريقه بهذا الشكل ولا ينجرف لأي فرعيات خلال الفترة الحالية لأن الأهل ما كانتوا حالياً مكان عالمياً في كأس العالم للأندية تركيز اللاعبين زميل العزيز فروس صلاح اتكلم على كل الكواليس والأجواء داخل المعسكر منذ مباراة الأمس والنهاردة المحاضرة اللي كانت مدتها 50 دقيقة أصغ تمام الثقة أن الكلام فيها بنسبة كبيرة جداً عن الأمور النفسية بالإضافة للأمور الفنية لكن الأمور النفسية مهمة في مثل هذه المباريات خاصةً مش هتكلم على أنها مباراة تقمة لأن الأهل طبعاً في مكانة وباقي الفرق معتاد أن باقي المباراة القمة بتبقى بين الأهل والزمالك لكن تتكلم عن مباراة بتشغل بال كل وسائل الإعلام وعبر السوشيال ميديا طيب لو عايز أتكلم عن الإحصائيات والأرقام التاريخية الأهل بيبحث النهاردة عن الفوز الخامس في تاريخ مواجهاته مع بيرامدز بيرامدز طبعاً كان اسمه الأسيوتي سابقاً قبل أن يتم تعديل بحثاً عن الفوز الخامس في تاريخ مواجهات الفرقين الأهل واجه بيرامدز في 8 مباراة كان اللقاء الأول بين الفرقين في مسم 2014-2015 عندما سعد بيرامدز للدور الممتاز تحت اسم الأسيوتي الأهل حق فوز 4 مباراة التعادل كان حاضر في مواجهتين وفاز بيرامدز في مواجهتين أكبر فوز حقه الأهل على بيرامدز اللقاء الأسيوتي سابقاً كان خلال مباراة لجامعة الفرقين في 14 إبريل 2015 وانتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل لاشيء ودي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفرقين نجح الأهل في زيارة تشباك بيرامدز 10 مناسبات بينما سجل بيرامدز أربع أهداف في شباك القلعة الحمراء وليد سلمان مؤمن زكريا هم أقصر لعب الأهل هدافاً في لقاءات الفرقين وللأسف طبعاً النهاردة الاثنين مش موجودين طبعاً كل واحد حسب الظروف المختلفة لكن النادي الآلي نجح في الخروج بشباك ونظيفة في خمس مباريات من لقاء الفرقين عمر السلية هو أكثر لاعبي الفرقين خوداً لهذه المباريات شارك في ست مباريات ما بين الأهل وبرمز خلال الفترة الأخيرة إذن التاريخ، الأرقام، الإحصائيات كلها في صف النادي الآلي والألقاب أيضاً والطموح في صف نادي القرن في إفريقيا النادي الأهلي اللي يمثل مصر في كأس العالم للأندية طبعاً نتكلم بقى كمان على جزئة تانية متعلقة بطاقم التحكيم مباراة النهاردة هيدرها حكم دولي الكابتن جهاد جريشا مساعد أول سامير جمال مساعد تاني أحمد توفيق حكم رابع عبدالعزيز السيد واثنين في حكام الفيديو طارق مجد حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو اللي هو إيفار طيب تتن جهاد جريشا في مجموعة إحصيات وأرقامها استعارضها الأول لأنه عندي كلمتين مهمين بخصوص هذا الأمر جهاد جريشا بيدير مباراة الأهلي وبرمز في النهاردة في الدوري وكان سبق ليه أدار 27 مباراة في كل البطولات مع النادي الأهلي الأهلي فاز تحت قيارة تحكمية لجهاد جريشا في 18 مباراة وتعادل في سلاسة لقاءات والأهلي تلقى خسارة في 6 مباريات احتسب للأهلي 7 ضربات جزاء بينما احتسب للمنافسين ضربتين جزاء وأشهر جهاد جريشا للعاب الأهلي 6 كروت حمراء بينما أشهر للعاب المنافسين 3 كروت فقط آخر مباراة أدارها جريشا للأهلي كانت أمام الاتحاد في الدوري في الموسم وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لاشي طيب عايز أقول بقى جزء مهم جدا في اختيار لجنة الحكام لكابتن جهاد جريشا آخر مباراة ما بين الأهل وبرامتز كانت في الكأس كان بيدرها الكابتن جهاد جريشا والأهلي خارج في هذه المباراة بسبب أخطاء تحكمية كانت واضحة جدا ركل الجزاء لم تحتسب كانت ساعتها واضحة أمام الجميع وكان خسارة الأهلي في هذه مباراة مباراة الكأس كانت واضحة قدام الكل بقيادة تحكمية لكابتن جهاد جريشا كابتن جهاد جريشا حكم دولة الأعلى مستوى عنده تاريخ كبير جدا لكن نتمنى له النهاردة التوفيق وما يكونش الاعتذار للمرة الثالثة لأن لجنة الحكام لما بتختار حكام لإدارة المباراة لازم بتشوف الأداء الفني السيرة الزاتية ما بين الحكم اللي بيدير هذه المباراة لكل الفريقين وهل آخر مباراة أدارها للفريقين مع بعض كانت فيه مشاكل أو فيه أجواء لم تكن مناسبة وعلى أساسها بيتم اختيار طاقم التحكيم عارف أن اللجنة عنده حكم دوليين موجودين خارج مصر بيديروا مباراة خارجية لكن في كل حال من الأحوال خلاص تم اختيار الكابتن جهاد جريشا أنا كل ما أتمناه أن المباراة النهاردة تكون العدالة عنوان هذه المباراة والكابتن جهاد جريشا يعني المباراة كبيرة أنا أتمنى له والله بجد أتمنى له التوفيق في هذه المباراة ويكون الصفارة بتاعته عادلة في هذه المباراة ولا يرضخ لأي ضغوط كمان نقطة تانية مهمة جدا اعتذر مرة اعتذر التانية هتبقى صعب جدا للمرة التالتة هيكون فيها اعتذار لأنها هتبقى غير مقبولة حكام الفار لو بنتكلم على مباراة الأهل وسراميكا كليوباترا كان موجود في حكم التقنية كان في غرفة الفار الكابتن جهاد جريشا وكان فيه برضو بعض الألعاب اللي ما كانتش واضحة لكل الحكام لكن المشاهدين كانوا واضحة بالنسبة لهم اللعبة وكانت فيها كلام كبير جدا فأتمنى النهاردة في حكم التقنية حكم الفيديو الكابتن طارق مجدي يكون ليه دور كبير جدا مع الكابتن جهاد جريشا شفنا الكابتن محمود عشور في مباراة الإسماعيلي والمحلة أربع ضربات جزاء لم يحتسبهم والفار هو اللي اداله الفرصة ان يدي ضربات جزاء لكان ضربات جزاء صحيحة أتمنى النهاردة الفار يكون ليه دور كبير جدا في مساعدة ومعونة الحكم في احتساب أي لعبة يكون فيها شك لا نسعى ولا نبغى سوى العدالة التحكمية لأن النادي الأهلي من أكثر الأندية بل أكثر نادي الوحيد تضرر سواء الموسم الحالي أو الموسم الماضي من أخطاء التحكمية في كل المباراة لا نسعى سوى العدالة والنهاردة لو تحكم عادل بإذن الله إن شاء الله يقدر الأهلي يعمل نتيجة كبيرة ويحقق مكسب معنوي قبل السفر إلى الدوح رسالة للعابين النادي الأهلي أنتوا معلوكوش أي ضغوط العب كورة وقدم مباراة كبيرة لأنك رايح كسعالم لأن أنت الأهلي أنت بطل إفريقيا أنت بتلعب مباراة لأنك نادي القرن أنت التشيرت الأحمر اللي كل واحد بيسعى لارتداء هذا التشيرت عشان يفوز بالألقاب عشان يفوز بالبطولات فأنت معلكش أي ضغوط الضغوط للشخص أو للفريق اللي بيحاول يعمل حاجة شبيهة للي بيعملها الأهلي فالضغوط على المنافس مش عليك أنت اعمل أفضل ما لديك والتوفيق والنتيجة بتاعت ربنا رايح كسعالم فالجمهور كله وثق فيك إن شاء الله بإذن الله نشوف النهاردة مباراة جيدة وفي الأول والآخر هي مباراة بسلاسة نقاط نتمنى فيها التوفيق رب للنادي الأهلي بعد المباراة بقى يكون فيه حديث بقى عن المونديال وكس العالم وأجواء الحمد لله محدش يعني بيعيشها في أفريقيا ولا في مصر إلا جمهور النادي الأهلي فجمهور النادي الأهلي الرسالة الإجابية للفترة الجاية لازم تبقى كبيرة جدا لأن انت معاك فريق كبير فريق عملاق بطل إفريقيا للمرة التسعة والمشاركة الستة في كاس العالم الأندية دي أرقام والله العظيم في ناس بتدفع مليارات وفي جمهور بتتمنى دقيقة واحدة من هذه الألقاب ومن هذه الروح الجميلة اللي داخل النادي الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا كلام كبير جدا ولكن من خلال المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا عن النادي الأهلي ومباراته اليوم في الدوري العام أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي قبل ما هش طبعا في المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا طبعا عندنا بطولة جديدة تضاف إلى دولاب بطولات النادي الأهلي سيدات تسلت الأهلي منذ قليل فازوا بكاس السوبر المصري على حساب هليوبلس بنتيجة كبيرة 92-62 في مباراة كبيرة جدا لسيدات تسلت الأهلي الفوز بكاس السوبر المصري ألف مبروك بطولة جديدة تضاف والنهار ده كمان في مباراة بالليل ما بين الأهلي والاتحاد في دوري السوبر السلة والطيرة واليد مع كرة القدر إنجازات طيبة جدا خلال السنوات الأخيرة لكن نبدأ بقى نشوف مع بعض المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا عشان نبدأ نتكلم على مباراة اليوم والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة قالت إيه والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا نبدأ ترند الأهلي من حساب الرسمي لقناة الأهلي واللي عمل ديزاين ممتاز جدا للاعبي النادي الأهلي وتصميم ممتاز في مباراة اليوم ما بين بيراميدز والأهلي المباراة في الدوري المصري الممتاز في الجولة العشرة الساعة 7 ونص على استاد الدفاع الجو هي مباراة بيرامدز بالتأكيد لكن النهاردة شايفين التصميم محمودة قهربة في خلفية محمد مجد أفشا عمر السلية بدر بنون السلطان وحسين الشحات وأيضا كمان طهر محمد طهر طيب دروح كمان للحساب الوطن سبورت على تويتر واللي كتبوا بيرامدز والأهلي صدام ناري بالدوري وبروف أخيرة قبل مونديال الأندية عنوان طبعا بيتكلم على مباراة بتشغل بال كل المتابعين عبر السوشيال ميديا هذه المباراة تنطلق الساعة 7 ونص على استاد الدفاع الجو طيب نروح بقى للحساب الرسمي للأهرام مؤسسة الأهرام الحساب الرسمي لها على تويتر كتبوا جلسة مصرحة ومؤذرة بين لعبي الأهلي قبل مواجهة بيرامدز هما بيتكلموا على إطار أن النهاردة إحنا عندنا مباراة كبيرة قبل اتصفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية مهم جدا نسيب الانطباع الأخير للجماهير قبل ما نشارك في كأس العالم بيبقى انطباع جيد انبارح شفنا فوز الدحيل القطري على فريق أهل قطر في الكأس بسوداسية فالفريق الدحيل داخل على كأس العالم وساب انطباع جيد لدى الجماهير ويكون عنده روح معنوية ودفعة قوية قبل مباراته مع الأهلي في كأس العالم للأندية نفس الأمر لعب النادي الأهلي النهاردة الاجتماعات والجلسات اللي تمت منذ الصباح الباكر حتى المغادرة إلى الأستاذ اللي أعجب تتكلم على فكرة اللي احنا نازم نسيب انطباع جيد نازم نخلي جمهورنا يفضل في حالة انطباع ممتازة قبل الصفر لكأس العالم عشان يكون فيه استعادات ده جيد وما يكونش فيه أي ضغوط نفسية قبل مباراة كأس العالم للأندية نروح معنوية طيبة جدا في المشاركة في هذا المحفل الدولي الكبير طيب نروح مع بعض كمان للحساب الرسمي ليلا كورة على الفيسبوك واللي اتكلموا على التشكيل المتوقع لمباراة بيرامدز ومن وجهة نظرهم وتوقعاتهم أنه يكون محمد شريف هو اللي بيقود خط الهجوم لكن لو نستعرض مع بعض التشكيل من وجهة نظر الزملاء في يلا كورة محمد الشناوي في حراسة المرمى بالتكيد عائد بعد القرار بيإيقاف مباراة واحدة خط الظهر من الميل الشمال محمد هاني زهير أيمن علم علول زهير أيصر اتنين مساكين أيمن أشرف وبدري بنون بيعود النهاردة في هذه المباراة اتنين وسط ارتكاس حمد فتحي وقاليو ديانج على أساس أن لسه عمر السلية راجع من إصابة الكورونا فمحتاج يعني وقت على ما يجهز ويكون في التشكيل الأساسية أمامهم محمد مجد أبشا وفي الناحية اليمين حسيني الشحات وفي الناحية اليسرى طاهر محمد دا طاهر وفي الهجوم محمد شريف هو بنسبة كبيرة القليب يتوقع التشكيل في هذا الإطار لكن هنشوف من وجهة نظر بيتسو مسمياني هل ممكن يبدأ بوالتر بواليا هل ممكن يبدأ باتنين رأس حربة والتر بواليا ومحمد شريف هل ممكن يلعب بقهربة من البداية مع طاهر محمد طاهر ويكون فيه تبادل في المراكز طبعا الخط الخلفي تحديدا في استقرار عليه بنسبة 100% شناوي محمد هاني معلول أيمن أشرف وبدر بنون بعد شفاءه من نزلة البرد ويكون موجود النهاردة في التشكيلة الأساسية نتمنى كمان الدكة القوية لأن يخدوا بالك أهم ما يميز الأهل خلال الفترة الأخيرة رغم البداية بتبقى صعبة لكن بتقدر تنزل في الشوت التاني بتعمل شكل تاني خالص حتى معدل أهدافك في الشوت التاني متفوق بنسبة كبيرة معظم الأهداف بنسبة 90% بتبقى في الشوت التاني فده راجع للدقة القوية لخطة الجهاز الفني في التعزيلات اللي بتتم على التشكيل أثناء المباراة وبتقرى المطش كويس وبتقدر تختم المباراة بانتصار وسلاس نقاط وأيضا معدل تهديف عالي فلا تأمن مباراة الآلي إلا مع صافرة الحكم الآلي معاودنا دايما على كده والسنة تحديدا نسبة التهديف ما بين الشوت الأول والتاني مختلفة تماما ولكم في مباراة المقاولون العرب عبرة عندما انتفض المارد الأحمر في الجزء الأخير من هذه المباراة وأحرى السلاسية وأضية أفشا كانت عنوان هذه المباراة في اللحظات الأخيرة طيب نروح مع بعض كمان ونشوف باقي التفاصيل سبورت 360 مصرية ده الحساب الرسمي ليه على تويتر نشروا تصرحات لأنتي تيتشاتشيتش المدير الفني السابق لبرامدز النهاردة كان ليه تصرحات على هذه المباراة ومن وجهة نظر وهو شايف أنها مباراة مثل الديربي مباراة صعبة للغاية شايف أن مباراة هم تحديدا لبرامدز لأن كان فيه توقعات كبيرة بأن الفريدة يبدأ بداية جيدة عكس الموسم الماضي وده اللي أنا أقولته بالمناسبة في بداية الحلقة الضغوط كلها مش على الأهل الضغوط كلها على المنافس لأن المنافس صرف كتير وجاب لعيبة كتير وفي النهاية المحصلة حتى هذه اللحظة النتائج ليست على ما يرام مش الموسم الحالي منذ أن بدأت التجربة وهنا بيختلف ما بين النادي اللي عنده طبوح وعنده جماهير وعنده شعبية وعنده نظام وسيستم معين ونادي بيحاول يكون قريب من نتائج النادي الأهل هو بيقول كمان وهو كان مدارب بيرامدز في فترة سابقة البداية لم تكن جيدة بيرامدز فوت على نفسه فرصة البداية الجيدة عشان كده حط على نفسه ضغوط كبيرة جدا في هذه المباراة قال كمان الموسم الواضي كانت المنافسة ما بين بيرامدز والزمالك على مين يكون الوصيف للنادي الأهل البطل المسابقة لكن قدر الزمالك يكون هو الوصيف في هذه المسابقة وبرامدز بيعد في الترتيب شايف إن السنة دي كمان محمد مجد أفشة من أفضل لاعبي الدوري المصري في الموسم الحالي والهدف اللي أحرزه أفشة في مباراة الزمالك أو كما يطلقون عليها القضية كان بيقول لعب كبير ولوه تأثير كبير جدا في هذه المباراة مع النادي الأهلي وهدف كان مميز جدا وبالتأكيد مباراة النهاردة هيكون فيها مقارنات ما بين أداء عدد من اللعيبة ولعيبة آخرين أفشة خلال هذا الموسم والموسم الماضي مع النادي الأهلي حقق ما لم يحققه عبدالله السعيد خلال ست سبع سنوات مع النادي الأهلي تحديدا في هذا المركز كفائز بدوري أبطال إفريقيا وكلاعب في التشكيلة الأساسية على الأطراف عندك محمود قهربا هداف عندك طاهر محمد طاهر هداف وفي المقابل عدد من اللعيبة برامنز بيحاولوا يكونوا هدفين مع النادي الأهلي طيب في هذه اللحظات أخرج إلى فاصل ولسه نرجع مع بعض نكمل لسه عندنا شوية تفاصيل مهمة في برنامج التريند اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد وكما تابعتم خلاص في هذه اللحظات الفريق بيتحرك إلى ملعب الدفاع الجوي مباراته مع برامة في السابعة والنصف ان شاء الله بإذن الله يكون كل التوفيق لفريق النادي الأهلي وكما تابعتم هذه اللحظات الحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي من مقر إقامة الفريق لكن نروح مع بعض ونشوف باقي المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا ونتكلم على تسع أيام متبقية على مبارات الأهل الأولى في مونديال الأندية أوكلان سيتي بيتصدر قائمة الأقصر فرق مشاركة في بطولة كاس العالم للأندية تسع مشاركات بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بست مشاركات وريال مدريد الأسباني في المركز الثالث في القائمة بخمس مشاركات تسع أيام على كاس العالم للأندية أجواء المونديال والأهلي نادي القرن ممثل القرى الإفريقية في هذه البطولة الكبيرة آخر حاجة معايا في صفحة يلا قورة بيتكلموا على إحصائية متعلقة بالاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء من المدافعين الأقصر إحرازا للأهداف خلال الفترة الأخيرة علي معلول بيحتل المركز الرابع في قائمة أقصر المدافعين تسجيلا للأهداف في العقد الأخير وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء برصيد 68 هدف معدل تهديف عالي جدا لعلي معلول أبرز لعبي النادي الأهلي طيب نقطة كانت مهمة جدا في هذا الشأن لكن عايز أتكلم كمان على حافلة النادي الأهلي في قطر منذ قليل اللجنة المنظمة المحلية في الضحى أعلنت عن الحافلة اللي الفريق إن شاء الله هيكون معاها أو مخصصة للفريق خلال وجوده في قطر من يوم الجمعة القادم حتى آخر مباراة واليوم التالي لآخر مباراة مع النادي نتمنى يا رب بإذن الله تكون آخر مباراة يوم 11 فبراير لكن زي ما أنتوا شايفين حافلة مخصصة للنادي الأهلي وعايز أقول لكم في مفاجآت كبيرة جدا بتنتظر بعثة النادي الأهلي فور الوصول أقول لكم بالتأكيد خلال الفترة الجاية على هذه المستجدات لكن إن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موافقة ومشاركة متميزة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نسى مكمل أهلا بحضراتكم من جديد وأنا أستعرض سريعا عشان وقتنا بيجري معكم بسرعة مشاركات الجمهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وطاقعتهم لمباراة بيرامنزو الأهلي أحمد مجد بيقول 0-2 للأهلي خالد صلاح بيقول 1-3 للأهلي محمد السعيد بيقول 2-3 للأهلي بشكل عام واضح إن فيه روح معنوية والناس متفائلة إن شاء الله بالبداية ومباراة اليوم إن شاء الله بعد المباراة النهاردة نبدأ نتكلم عن كاسة العالم الأندية وعندنا استعدادات خاصة بطولة كبيرة بيمثل مصر وبيمثل إفريقيا فيها النادي الأهلي هذا الحدث الكبير النادي الأهلي يعني أضغى عليه نوع من الحماس والقوة وأيضاً كمان الحضور الجمهيري الكبير لأنها بطولة كبيرة والمشاركة فيها لأندية كبيرة ولكن في نفس الوقت بطل إفريقيا نادي القرن يعطي لهذه البطولة اهتمام خاص ورونة خاص إنه الأهلي نادي القرن في إفريقيا مشارك في كاسة العالم للأندية شكراً لحضراتكم وإلى اللقاء